بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطريبات الصف الأول الإعدادي وكل محب اللغة الإنجليزية Hello everybody, welcome back with a new session for the English lesson for the first preparatory school أهلا بكم وبعودكم ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي معكم مستر مصطفى عبد الرؤوف هني كلم عن العالم الجميل أو المزهل من حولنا Okay, what will we do in this lesson احنا هنعمل إيه إن شاء الله في هذا الدرس By the end of the session في نهاية الجلسة 712 إن شاء الله كلكم will be able to هنكون عنبكم القدرة على بيبقى Learn some new vocabulary هني تعلم بعض الكلمات الجديدة What else? هنستر إيه كمان أنا will read about it تحيا مصر هني كلم عن كبري تحيا مصر وهني كلم عن إيه كمان التفديل والإيه وصفات أول حاجة عندنا الهياء In the new vocabulary We will have here some pictures عندنا بعض إيه الصور Oh my god رابنا نرزلنا جميع عنا رب We have a box full of what Try to guess حاول تخمن احنا عندنا صور مدينة بيها جماعة The second picture من مصر النهاردة إن كلمات وصور جميلة What else? ها بين أصلا من اسمها ومن شكلها وكبان صورة Cars ها تمثاله أوكي طيب هتعون نشوف الصورة أولانية هنا It's a box full of a collection of gold silver jewelry and available objects نعني سندوق ملي بإيباء ها Gold ذهب silver diamond في behold وغير ما وتعالي جوالري وإنجاري وبعض إياء الاشياء القيمة What is it called كنن بإسم إيباء إسموا Treasure ترجمة الاباء الكنيس بيجرى نمبر 2 لدينا سن سنرائي الشامس وغيره 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 موجود الله ساني دعي الكمس الشمس إيه السماء واضحة and the sun rays fall off the earth والإيه واشعب الشمس تمن الإيه الارض. What else? It's an entrance. Entrance. What does entrance mean? Maybe a tour. Maybe a corridor. Or any opening thing. أو أي حاجة مفتوحة. That you use to go in somewhere. أي حاجة مستخدمها زي باب أو إيه أو كردر اللي هو ممر. عشان إيه ندخل مكان يسميه إنترونس. إنترونس اللي هو إيه المدخل. ونالتريجر معناها كنوز. صاني معناها مشرك. إنترونس معناها إيه باب أو مدخل. عندنا كمان سم كارز. They are parking in somewhere. It's called. مركنين في حاجة معينة. مسميها إيه يا جماعة باب. مسميها كار بارك. سميه إيه باب. كار بارك اللي هو داراجل إيه السيارات. اللي هو أبريس. Where you can leave your car for a short time. من مكان اللي ممكن تسيب أو تغيي تترك في سيارتك لفتره قصير. من مكان اللي هو إيه باب أو تغيي تترك في سيارتك. مسميها إيه باب. مسميها إيه. مسميها إيه من الحقر. مسميها إيه من المعدن. تمثيل، مسميها إيه. من مسميها إيه كني. مسميها إيهاء، مسميها Sangim� . السيارات. تمثال وده إبعه. بعض الأحيان لهم. وعلى هذه الصحيات. حسنا. نحن نهارد في نحارة. أوكي نقول الثاني الأخير مرة معناها كنوز معناها مشرق مدخل معناها قرار سيارة المعلق تعال نشوف ننطلق لسؤال بسيط كده اختار الإجابة الصحيحة من E, B, C, D نفروض أنك تحاول تعرف إجابتك ننطلق لسؤال بسيط كده ننطلق لسؤال السيارة إثقيت لايتاوة تريزي طيب تعالى شوف ما نقر ونع بعضنا بولي إذا تحيا مصر بريدج إذا ووالتس وايد استموأة بريدج طبعا نقول إكسبرشيشن بريدج ولا سيسبيشن بريدج ولا إمفورميشن بريدج ولا ديسكيشن بريدج طبعا إحنا لسا يدوات كلمة إيه بريدج معناها كبري ما بيش حاجة اسمها تعبير كبري ولا آه فيه مستر سيسبيشن بريدج لول كبري إيه المؤلق أكيد التحيا مصر بريدج إذا ووالتس وايد استموأة سيسبيشن بريدج نبر 2 The Egyptian Museum has a lot of ancient what? المتاحف المصرية لديها الكثير من وطيب عقل قديم of kings and queens الملوك والأي والملكات الملكات والملوك number three one of the most beautiful parts of the museum is that واحد من أجمل الأماكن أو المناطب في المتحف هي with its big plants and stash طيب أن كان ده فيه big plants كبيرة and stash وتماثيه فده مكان ده يبقى سهلا ولا الهول ولا الكامف ولا الهول تعرض كلمة هيل معناه ايه معناها تل تشين ديزورت اوكي بسيد ماونتون كيف اوه اتحفر كده موجودة في الجامل الو الكهف وياتحفره بفلك اوه اوه انا تحفر في الهول حاكم بتحصل كده اوه تبقى انتيجة حفر في الايه فالأرض اللي حمسة ميها الحفرة وما الانترانس لأنا ناري الوقت الولئي المدخل يبادي إيجابيطنا ولا إيه هنشوف نابر فور Today is a space day So we will go to the beach النهاردة يمالو لذا سنذهب إلى الشاطر هل هو windy day ولا sunny day ولا stormy day ولا cold day مخلي فالك بيقول إيه So we will go to The beach لذا سنذهب إلى الشاطر طيب المفروض ومجهزة إيجابتك وحنا سعيدنا بعضين في الواطرة اللي فات The only one of the most beautiful parts of the museum is the الناس الكتبت وقالت اللي هي بيقول لك واحد من أجمل الأماكن في المدخل المدخل حيث توجد فيه النباتات الكبيرة والتماثيل الكبيرة أيضاً نبار فور Today is a space day Soon we'll go to the beach النهاردة يمقئ ما عشان نروح الشاطئ نزل تروح في Windy days في الأيام المليئة بالرياح ولا sunny days ولا في الأيام المليئة بالإي بالإشراق ولا في storm days لفيها عاصفة فيها لا طبعاً يا مستر Today is a sunny day أنه لو كلمت إيه sunny day يوم من موشرك سوء يأثق حيث ну بيث سوء نبر الي الجيشن مرت promised لخرى المساعة أو ترين بق. نام بل في بو هذا اسبعيه ستو يو الزنان تالي هذا المبالي. هيا المبالي. منذ ألفين سنة. ٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠ تي و ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. ٢٠٠٠٠٠٠٠١٠٠. ٢٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. اشياء كلها حديثة اختراعات حديثة وما التي بيها مصر طبعا ليها مصر أنه عبارة عن اللي هو النموذج الذي يبدو كي مثل الحيوان أو الإنسان يجلي ميد الذي عادة يصنع من الحجر أو المعدن نحن دائما نطرق سيارتنا في في الكاربار ولا في الباكز ولا ترين ولا الباكز طبعا هكذا نتبوك هارفينها كتاب ترين هارفينها كتار وباكز ما هارفينها ليلحقائب لأنه لها شمسة باللغة العلمية والكاربار اللي والإي the place where you can leave your car for a short time إنك حيث تستطيع أن تطرق سيارتك الوقت قصير أوكي سو أول correct answer will be كاربار كده خلصنا أول جزئية اللي هي learn some new vocabulary ندخل على الجزئية التانية اللي هو إباء يا مستر وادزيس بكتشار معناها ده نوع من أنواع الكباري التي بتشيد أو بتقام عن طريق بعض الكبلات المعلقة باش فيه أعمل بتقاف عليها في وسط المياه أوكي سو الملوف نعم باشي نعم باشي and answer the question. اكرأ عن كبر تحية مصر وآجب عن الأسئلة. طبعا نشوف نرى مع بعضنا. معناها معناها أكثر الكبار معلقة اتساعا في العالم. في شهر مايو 2019 معناها اتساع بقى ان هو اكبر اتساع في العالم ونفخر بحاجة زي كده طبعا يا جماعة اتساع سبعة وستين وستة وثلاثين من مية سنتي ايه مية ايه متر في الاتساع. and 540 متر سلوغ. وايه والي طلوع دي يا جماعة? 540 متر. مور دان فور ساوزن بيبول. اكتر من 4000 شخص. ساعدوا في بنائه. المصريين تعبوا في يا جماعة اكتر من 4000 بصري. اوكي? تعبوا في تشهيل البناء وهو صرح عظيم لبصر. they started building it in 2016. بدأوا بنائه في 2016. they finished it in 32 مارس. في الايه منه في خلال كام يا جماعة اتنين وثلاثين شهر. لو حبينا ناخد سؤال على البلسية دي نقول. how wide is the bridge? كم اتساع الكبري? سؤال ثاني. how many people help it to build it? كم عدد الناس الذين ساعدوا في بنائه? number three. how long did it take to build it? كم طول المدة التي استغرقت في بنائه? المفروض طبعا انت محايا وراء أو ألم التكتب الاغابة. how wide is the bridge? نحن عددنا كده. ها بيولي. اتس سكسي سبين بين سيري سكس مدرس ويت. معنى ها ايه اتشاع او سبا وستين وشتة وثلاثين سنتيمت. ايبا اتس سكسي سبين بين سيري سكس مدرس ويت. اوكي. طولة اللي دا. هاو لونج. hang haul long is the bridge? h lui it's five hundred and eighty meters long. اوكي. ايبا كده جماعة عند الافتساع بس سلن هو اعاوذ الافتساع. لو كنا سأل له an li how long? قدت قوله five hundred and forty meters long. number two. how many people you hope it to build? to build it? كم عدد الناس الذين ساعدوا في بنائه? يلا هسيب اتفكر بصرحة واضحة قدامنا. بيقولي معناها أكتر من أربعة آلاف شخص أو إنسان ساعدوا في بناء يبقى لقاء بتاعتنا يا مصدر أربعة آلاف إنسان اللي هو ترامي يقولي يبقى عاوز العدد السؤال التالي عندنا في الجزية دي كم طول الفترة الزمنية التي استغرقت لبنائه وبيقولي بدأوا بنائه في ألفين ستاعة وستراشر وينهو في ألفين وثلاثين في أتنين وثلاثين يبقى لنا كده نقول أو أو تمام بكمل برضو عن تحياء كبري تأحياء مرس بيقولي كمان بولي بولي بريدج كروس بلين وراق ايلاند معناها أن الكبري بيعفر جزيرة آآ ألي أو جزيرة الوراق عندي ليا مور دين وان ثاوزاند مور دين وان هان 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 بيبول ليف ون ذي آيلاد واللي في في جزيرة دي أكتر من مائة ألف شخص بعيشوا عليها عديد من الناس بيستبتاؤ في المشي عبر الكبري إزاي مصطف الجمال اللي في الكبري بولي تها دي أرضي زواج يا الله ماشا هيا المنظر انت ماشي وبطول تحت دير تحت رقلي بتلاقي بقى بتلاقي دي 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 اللي هي أرضية زواجية وتستطيع عن طرى النهر تحت أقدام يعني تتخيل نفسك ماشي على نهر الدي لعبعيد العبور الكبري انتباه في وقت الورو لمنظر جديد للمدينة يبه هنا كده المكان على نهر النيل ماشي وروب الشمس وتكشف المدينة كلها منظر جميل جدا أنا 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 بنصحكم جميعا أن انتوا تروحوا في هذا الوقت وقت جميل جدا تعالي 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 لما تعالي تعالي أن الناس يستطيعون أن يروا الظهر تحت أقدامهم وهو يا جماعة كمة الزكاة وكمة الابتكار أن نحن نتخيل نفسنا ماشي على الله فهو بقول لي حين كذا سؤال مهم لي تحت أن الناس تستطيع أن ترى النهر تحت أقدامهم تعالي تعالي شوف سؤال ثاني بقول لي لأن الكبر لديه أرضية زجاجية سؤال ثاني يا جماعة بيقول ما هو أفضل وقت لأن تمشي على النهر وأن تعبر النهر شوف أطعب النهر شوف كما في التعبير هو بيقول لك أنا أحليك تخيل أن تمشي على النهر النهر تعبر من الجنب للجنب للنحية للنحية دين فبيقول لي ما أين بيقع لش عنها ما هو أفضل وقت كي تمشي عبر الله فان كول إن تبا يا مستر وطول تزا بيس طايم تقراض بريج إز أت سانسة إبا في وقت الغرو إنا أت سانسة بعض الصفات وإيه والديفينيشن بتاعتها فبيقول إيه أنا يجبرو كمي ديب تشيب نويزي سيف وائد كل هذه الكلمات عبارة عن إيه صفات طيب بتاع شو كلا إنت أكسب أكسب مين تشيب ولا تيب ولا نويزي ولا سيف ولا وائد تشيب معناها إينكسب يعني إينكسب في مصر يعني تشيب شيئ ما من ناحية لناحية أخرى من جم لجم الغابة آخر إيه القياس اللي بيقيس الجم الناحية نوبر ثري نوت قايت أوكي نوت قايت ما شيء عندنا قايت معناها إيه آه قايت يا جماعة نعلي شيء قايت مفروض تبع آي إي تي أوكي نوت قايت معناها إيه بقى يا مصر نشوف في هذا الوقت نومبر فور ميجرين وادر فروم ذا طب باتوم الواقع يا سمي يا من ال من أو طيب طيب نوت سبين 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 هذا اللي نشاهد الناس كتير كده بتآت يا مصر اكسرانت طيب ميجرين سامسين فروم وان سايد تو الواقع اي اللي هو ديب ديب اكسكوز ميجرين سامسين فروم وان سايد تو الواقع شيء ما من ناحية الناحية خلال الواقع الاتساع طيب أوكي نوت قايت معناها يا مصر اللي نويزي معناها دوضاع معناها ليس هادئ طيب ونويزي معناها مليء بالدوضاع يبقى نخلي بقى ايه مصر اللي كتب بدي دي معناها الى حد ما لكن قايت المفهوض كي اي 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 اوكي ميجرين وان فروم تطب بطم اللي هو كياس المياه من القمة طيب نسميه يا جماعة اللي هو العمق اللي هو كلمة دي دي معناها اي عميق تعال نتكلم برضو عن حاجة تانية خاصة بال اي بالصفات اللي هي الصفات وال اي والتفضيل نتكلم او نستخدم تفضيل الصفات او 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 لكم مربع لزيز جدا كده هي ساعدنا في فهم الجزئية دي بس خلي بالكم عندنا انواع عديدة من الصفات في اللي هي الصفات القصيرة في اللي هي الصفات الطويلة وفي اللي هي الصفات الشاية اللي هي مقارنة الصفات او تفضيل الصفات او او الصفات انا عندي الصفة هاج هنا دي بنكلم عن الصفات القصية هاي دي معناها اي عالي الاكسر اللي هو معناها بنعمل اي مصر بنجيب ذا قبل الصفة وبنضيف الصفة صفة بلاي او اي 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 تف الصفة القصيرة بإضافة في نهاية الصفة القصيرة وإستخدام كلماذا قبل الصفة يبقى يا جماعة بكل بساطة بنقول أننا بنكون التفضيل أننا بقارن بين واحد ومجموعة واحد وأكتب فضل واحد عن باية المجموعة أكتب فضل واحد عن باية المجموعة أجيب ذا للصفة وفي الصفة أجيب لها الصفات الطويلة زي كلمة مثلا معناها معناها محبوب أو مشروع يعني على سبيل المثال أقول معناها أكثر الرياضيات الشعبية أقول محمد صلاح معناها أفضل لاعب كرة قدم محبوب أو مشغول فيه في مصنة ناواتيس أوكي عندي كمان غير بوبيولار عندي كلمة expensive معناها إيه غالي أولا أكثر غلوة أقول الأقل غلوة the least expensive على سبيل المثال أنا ممكن أقول معناها إيه الدهب أكثر للمعادن غلوا يبقى أنا قبت قبل صفا كلمة الأقل غلوا معناها إيه الحديد أقل للمعادن غلوا طيب يبقى هنا كده جماعة قبل ما نخش على النوع التالي من الصفة أحنا خدنا نوعين صفات القصيرة ويأل ذا أنت إيه ستي ذا بفور ذا أدكتب أبل كلمة إيه أبل الصفة طيب في الصفة طيب في اللونج أدكتب وييوز الموز أوزاليست الأقل أو الأكثر بفور ذا لونج أدكتب قبل الصفة الطويرة في أرغل الأجكتب صفات إيه طبعا صفات الجالزة دي يا جماعة بنحفظ الصفة والتفضيل بتاعها أو المقرنة بتاعتها بتاع النشور بيقول لي عندي كلمة جوت معناها جيد لبيس معناها الأوضل أوكي عندي كلمة إيه كمان فار معناها بعيد معناها الأكثر بعدا عندي إيه كمان يا مستر بيت معناها الأسوأ يبقى أنا خبرنا بيننا كم صفة هنا شادة تلاتة جوت بيست فار بيت بيت يبقى كده في المربع ده يديرنا معرب تلاتة أنواع من الصفات وإزاي بينتون التفضيل منهم تحلو بقى ناخد تمرين على القصية دي بيقول لي طبعا معايا بالوراء أو الألم واختار إجاباتك بعد ما نقولها ما طول وقبل ما أحلها أنا number one which country is space in Africa large as large larger the largest number two إيمان is the space at English in the class better best good as good أوكي which country is space in Africa is large هنقول لي which country is يبقى هنا كده بيقول لي أي بأي بلد أتبقى أكبر ولا as large هنخذنا في المساواة قبل كده مصدر as والصفة as هنا فيش as هنا طيب larger دي يستخدم معاك الميزان معناها وفيه بتكلم عن اتنين ما مفضلش بلد عن بلد أخرى the largest آه هي دي ميزان which country is the largest in our in Africa أي البلاد الأكثر اتساعا فيه أو الأكبر في ايه في افريقيا number two إيمان is the نخبأ بنا استخدم هنا ذا يبقى كده مطلوب مننا خالية من ثلاثة ياما كلمة post ياما كلمة ايه في التفضيل بتاعها وإحنا خدنا للوقت يا مصر كلمة good اه التفضيل بتاعها كلمة ايه يبقى لجابة عندي كلمة يبقى ايمان هي الأفضل في اللغة الإنجليزية في الفصل أنا كده قرنتها بالإيمان وباقت البنات في الفصل تعال نشوف المسائل البعدي number three بيقول لي ما يمبالفون إذا بيز مودرن in our family المحمول هو مش عارف ايه كده in our family هو more modern ولا ولا مودر ولا مودر ولا مودر اوكي تعال نشوف يا جماعة أنا طلب بط بصر احنا كده هنا يا جماعة الموضوع بسيط أنا هكلم عن صف مودر ات 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 صف طويلة تمام تب ه can I know that and make difference between the short adjectives and the long adjectives زي اقدر افر رقم مبين او اعمل فرقم مبين الصف القصير والصف الطويلة الصف الطويلة اعمل اعمل صف فور بسمالة is one of not people I know the friendly the most friendly friend list friendly طيب نرقى عنا براسرين قلنا الاجابة تبقى ايه مصد اوكي طيب ننبر فور بسمالة is one of واحدة من the friendly الودودة friendly دي معناه ايه ودود اوكي who smiles a lot and helps people يبقى هنا كده تنفع the friendly لا 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 يا مستر طيب كيف افرينتلست the friendly the three syllables يا مستر يعني ايه يعني باشتبه شورت اجتبه معي باشتبه ايه ايه تينة تفرينتلست the friendly person يا مستر فرينتل بس لسفا وانا باقيه بفضل ايمان عن باعت الناس يباقي هنا كده تفديل وهنا فرينتللغ اجتبه. موجودة شموoughtة Two sł What is the Most Difficult سأعول نشوف الى اللحاجة بادي What is the Space River in the World ألي التنير في الأولينية أنا عند كلمة دي أيها تمام وبالتالي هنأخذ الإجابة بتاعتها هنا تبقى هنا تبقى في خيارين ينفيش مشاكل يتبقى أخطاء واحدة صفة قصيرة وأنا بقارن في العالم يبقى كده بفضل النهر عن باقة الأنهار في الطول يبقى الصفة قبلها وفيها يبقى إيجابة بكده يا جماعة احنا خلصنا الجزئية الثالثة من ده السنة النهاردة والأخيرة بس بفور ليفن قبل ما نمشي احنا اتكلمنا عن amazing world around us ده عنوان الوحدة بتاعتنا في الوحدة لقدامنا ماشي واتكلمنا فيها عن إيباءة اتكلمنا we learned some new vocabulary اتكلمنا عن بعض الكلمات الجديدة اللي هي كلمة treasure و sunny entrance و car park وكلمة إيب statue يا جماعة رحيب واتكلمنا عن إيه كمان اتكلمنا we learned about the world white suspension bridge اكثر او اكبر الكباري الاسعة في العالم اللي هو ذا تحية مصر bridge اللي هو كبري تحية مصر واتكلمنا عن إيه كمان we learned about adjectives اتعلمنا عن بعض الصفات وإيه الصفة بنستخدمها في وأن الصفة بتأتي قبل الإسم ممكن تأتي بعده وهي بتدي معلومات أكتر عن الإسم أي بتصف الإسم واتكلمنا في آخر فاكرة عن sub relative and adjectives اللي هي التفضيل بالنسبة للصفات وقلنا إن إحنا عندنا ثلاث أنواع من الصفات الصفات الطويلة والصفات القصيرة والصفات الشازة اللي هي short adjectives long adjectives وعرفنا كل واحدة مفضل أو بستخدم التفضيل فيها إزاي قلنا مع short adjectives بجيب قبل الصفة ذا والصفة فيها معنى long adjectives بجيب قبل الصفة كلمة the most أو the least حسب المعنى ومع الصفات الشازة راح حفظها زي كلمة good the beast far the farthest worth the bad the worst بكده يكون خلصنا with our best wishes مع أقدي مع أبدالتمنية with electronic learning كنا معكم مصطفى عبدالرعوف سيء إن شاء الله in the next session and go bye